مرحبا أعزائي المتابعي في قناة برلين بعيون عربية الفيديو مات اليوم هو عن الفيسبوك وتحديدا عن تعطيل حسابك بالفيسبوك بسبب انتهاك معايير فيسبوك قبل ما أبني شرح المشكلة والحل لا تنسون دعم قناتي برلين بعيون عربية باشتراك و لايك واتفعلون زر الجرس حتى يوصلكم كل شيء جيد من عندي والجديد على قناتي قناتي اسمها برلين بعيون عربية قناتي مختصة في التطبيقات ومشاكل التطبيقات والآيفون ومشاكل الآيفون وإيجاد حلول هذه المشاكل في البداية تعطيل حساب الفيسبوك رح يكون عدد أسباب اليوم السبب ماتنا هو انتهاك معايير الفيسبوك فرح ندخل على الرابط رح تشاهدون المشكلة والحل مالتها في البداية هذا الرابط رح يكون بصندق الوصف لو وجدتك رسالة انه حسابك تم تعطيله بسبب انتهاك معايير فيسبوك رح تشاهد هنا هذه الكتابة هنا كاتبي لك اللي مو بسبب المعايير هذه الرسالة مراح يتفيدها أو هذا الرحل مراح يفيدها لا تقوم بإرسال هذا النموذج إلا إذا تم تعطيل حسابك بسبب انتهاك معايير حساب فيسبوك يعني اللي بغير أسباب أبد لا يدخل هنا لأن هذا مراح يكون إلى طبعا هنا رح تكتب اسمك اللي مدرج في الحساب الفيسبوك وهنا رح اختيار ملف صورة أو من مكتب الصور رح تأخذ الهوية مالتك والهويات اللي رح تأخذها جواز السفر رح ترسلها لهم وبعدها بالأسفل ارسل نقطة واحدة حاببة أقولها أنه خلال 30 يوم لازم ترسل هذه الرسالة وهذه من شركة فيسبوك هذا الرابط مو من عندي هذا من شركة فيسبوك رح تدخلون على أي متصفح متصفح جوجل أو جوجل كروم وتدخلون هذا الرابط اللي رح يكون بصندق الوصف رح تظهر أدكم هذا الرسالة تخلي اسمك هنا اللي موجود في الفيسبوك وهنا تخلي الهوية ورح ترسلها لو كان اسمك زائف لو كان عندك أي مشكلة أعتقد ما رح يصير وخلال 30 يوم بعد 30 يوم رح يروح عندك الحساب وبلع لكاتبيلك أنه إذا حسابك تم تعطيله عن طريق الخطأ هذا النموذج ترسله رح يرجعو لك هذا اللي حبيت أشرح لكم يعني هذه الطريقة اللي ناشرها الفيسبوك مو من عندي نهاية الفيديو إذا عجبك الفيديو وإستفادت منه لا تنسى دعم قناتي برلين بعيون عربية باشتراك ولايك فعل زر الجرس حتى يوصلك كل شي جديد من عندي مع تحياتي من برلين عاصمة ألمانيا مع السلامة أي سؤال أو استفسار أي مشكلة اكتبها بالرسالة آني حاضر شكرا إليك مع ألف سلامة